اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما اكثر من مرة تحدثنا عن التسول في العراق والمتسولين وفي العودة للحديث اللي استوجب الحديث عننا بين الفترة واخرى العودة الى موضوع التسول ومتسولين نقول انه كنا نعتقد انه يعني مع مرور الوقت مع حديث ووعود وعود وزارة الداخلية والحكومة ربما سيجدون حلا او يقللون من الاعداد لكن اعداد المتسولين تزداد في الشوارع وهذا مؤشر على انه في العراق فقر في العراق جوع وهذا الجوع يدفع الناس الى مصائب الى ارتكاب مصائب كبيرة الان عدد المتسولين الصغار والنساء دولة اللي في التقاطعات الطرق والاشارات الضوئية تحت الجسور في قرب الجسور في الشوارع العامة دولة عددهم خاصة في بغداد يزيد عن 2 مليون منتسول وزارة الداخلية قبل فترة قبل شهور قالت يعني اعلنت عن حملة لجمع هؤلاء طيب ما ش جمعتهم ش تسون بهم يعني ما هو العلاج ما انت عندما تجمعهم قبل ان تجمعهم يجب ان يكون لديك حل عندك حلول جاهزة وحلول بديلة لهذه القضية تحل هذه الظاهرة الظاهرة هي تشكلها الظاهرة الظاهرة خطيرة جدا بالمجتمع وبالتالي انتظرنا ايام وايام واذا بيهم مسكوهم مننا وهدوهم مننا اطلقوا بصراحهم مننا اشي يسولهم لاعدهم لا وظفوهم لاطوهم شسم لا 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 بالتالي انت بقيت القبض عليهم ولم يتهم من الشارع سويت يعني كلفت نفسك سيارات وناس تركض وتجيب واقبض علي وخليه بالسيارة وتمراجدي ومعرف منه وتزيته لبعض وجبتوهم وخلص وتالي شنو النتيجة شنو الحل ماكو حل واذا بالاعداد تزداد والآن اكثر من 2 مليون منتسول في شارع بغداد وذول المتسولين هم فقط يتسولون لانه دخلة عصابات نصهم وظفتهم لهؤلاء هو يحتاج للمال لذلك اكو عصابات تجار تجار متعهدين للجرائم متعهدين يجمعون هؤلاء وذول ممكن يوزع المخدرات ممكن يساهمون بجرائم جرائم الخطف وجرائم القتل وكل جرائم السرقة وكل شيء جرائم سرقة الأقضاء البشرية كثير من الجرائم تجري تحت مسمى التسول هذا هذا مصيبة وما دام الكسب غير المشروع صار وثقافة في المجتمع العراقي كارفة الكل يعتقد أنه هذه كسب كسب سريع ينزل هذا الطفل إلى الشارع ينزل مجموعة من متعهدين والتجار العصابات اللي يحموه تقاطعت الشوارع مدروين وجوه الجسور وبراس اللجه بالشوارع العامة ويجمع ليوميا مبلغ كبير جدا هو يأخذ نسوة بسيطة يأذوب تكفي خبز بطنة والباقات يروح للتجار فالموالد كسب كبير وكسب سريع وبلا أدوات لا يحتاج عليش نروح نسوي مصنع ونشغل العالم ونتحمل مسؤولية ومنتج ورقابة نوعية ومنافسة السوق لا هذا هذا يروح يتسول ويأخذ من الناس ويأتخذ القضية وطبعا ذولا ذولا تعودوا بالشوارع لأنه يعني الشارع عندما يكون فيه مجتمع شاث الآن مجتمعنا شاث وصلوا إلى الشذوث وصلوا إلى الغرائبية هذا المجتمع الجميل الرائع المجتمع العراقي وصلوا إلى حالة من فقدان اليقين فقدان الاتجاه بوصلت ما عنده بوصلت فيهيش مجتمع فيهيش شارع موبوء وخطر فيفتعلون أي شيء للحصول على أموال هؤلاء إذا بنفسج هو السيارة كذب ويتهمك ويجيب لك عشيرته ومعرف منه وناس مؤجرين ويقول لك عشائر وانت كسرت وهذه موجودة في العراق سارقة وتوزيع مخدرات وغيرها وغيرها الكثير كثير وضع اقتصادي متردي ويتردى دائما ملايين من المتسولين يدلون على أن في العراق فقر وجوع وعازة وعوز ومصيبة كبيرة وظاهرة منتشرة عصابات جمع الأطفال والنساء مخدرات الترويج لها طبعا مع العراقين جانب هذه المصيبة كبيرة بنغالي معرف من هو هندي إيراني وما تدري شنو وياهم أيضا هذه العصابات وشكلوا عندنا ظاهرة كبيرة لا تعرف كيف يمكن التصرف معها هذه واحدة من النتاجات هذه السنوات العجاف اللي يعيش العراق مع الأسف الواحد عشرين سنة هذه من عوامل الخراب السوس الذي ينخر بالعراق يقول لك احنا جينا من أجل تطوير العراق وراح نسويه في النهضة والنهض العراق ومن يتحدث بهذا الكلام ميليشياويين ومصائب وناس متخلفة يتحدث بهذا الكلام ويجب علينا أن نصدقه وعلى العراقين أن يقولون آمين وخلص وما عندهم التعليم من أسوأ ما يمكن الخدمات الصحية من أسوأ ما يمكن خدمات العامة من أسوأ ما يمكن الأمن من أسوأ كل شيء سيء ويقولون يعني احنا اطورنا وازهرنا ويجب أن يصدق هذه التجربة الواحد وعشرين سنة كانت كافية وكافية وكثيرة جدا جدا لكي تثبت أن هؤلاء لم يأتوا لبناء العراق أبدا ولن ولن يبنوا فيه حجارة واحد هؤلاء جاءوا لتهديم العراق من يأتي لبناء العراق يحرص على المواطن العراق يحرص على المجتمع العراق يحرص على أن لا تكون فيه مثل هذا الظواهر لا يكون فيه فقر لا يكون فيه بطالة لا يكون فيه عازو لا يكون فيه تسول كل هذا ينتهي لا يفترض كل هذا يعالج وعند خطط إلي كانت الناس تتعالج عندنا من خارج واتهد كل هذا خدمات من أسوأ يمكن الكهرباء صار لنا 21 سنة المواطن يصرف على نفسه حتى يجيب الكهرباء يشتري أمبيرات الكهرباء حتى يقدر يعيش وواجه الحر وواجه البرد هذه كالثة وبالتالي تجار وعصابات ومتعهدين يوظفون أطفال في عصابات ونساء ومعرف منه وشياب يوظفوهم للتسول وياريت بس التسول بس يوظفوهم كعصابات للسرقة للمتاجرة بالمخدرات والمتاجرة بالأعضاء للنائب لكل شيء للاتهامات لشهادة الزور لكل شيء توقع فالشارع يكون موبو انت تخاف من الشارع وهذه مصيبة عندما يكون المواطن يخرج للشارع وخائف هذا الشارع الشارع العراقي هل هذا والسؤال هنا هل هذا عمل لسلطات تدعي أنها جاءت من أجل المظلومية من أجل المظلومين من أجل ازدهار العراق وبناء العراق سأترك الجواب لكم وأنتم تعرفونه وأترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة